اهلا بكم مشاهدين الكرام انا طاهر بركي احييكم وهذه العربية 360 حيث الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانب بوتن يعلن هدنة للاحتفال بأعياد المسيحيين الشرقيين واوكرانيا ترفض وتصفها بالنفاق اردوغان يلمح لتقديم الانتخابات العامة والمعارضة تدخل دون اتفاق على مرشح موحد يوم ثالث في الكونغرس لانتخاب رئيس مجلس النواب وخلافات الجمهوريين على حالها وسيكون لدينا ايضا في كتاب جديد الامير هاري يتهم شقيقه ويليام بضربه ويقول انه عمل كقطعة غيار احتياطية لم يمر الكثير من الوقت على اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هدنة لمناسبة اعياد المسيحيين الشرقيين لترفضها اوكرانيا ميخايل يو بودولياكا المستشار في رئاسة الاوكرانية قال ان اعلان وقف اطلاق النار الروسي نفاق تسعى روسيا من خلاله لكسب الوقت ويضيف بودولياك ان هذا الاعلان محضو دعاية تريد من خلاله روسيا التقليل من حدة المعارك والضربات التي تتعرض لها مشيرا ايضا الى ان بوتن لا يرغب في انهاء الحرب كان الكراملين اعلن عن هدنة لست وثلاثين ساعة على طول خط الجبهة مع اوكرانيا من ظهر يوم غد وحتى منتصف ليل اليوم التالي وطالب الكراملين اوكرانيا بمنح الفرصة للمواطنين لاداء تقوص الاحتفال باعياد المسيحيين الشرقيين لكن اوكرانيا كما ذكرنا رفضت وطالبت روسيا بالانسحاب من كل الاراضي التي سيطرت عليها قبل الحديث عن هدنة موقتة وهو طبعا امر مستبع لان بوتن قال قبل ساعات انه مستعد لمحادثات السلام مع اوكرانيا اذا اعترفت بالواقع الجديد الموجود على ارض المعارك لترد اوكرانيا ايضا بان امرا كهذا مستحيل الحدوث وبينما يزداد الحديث عن السلام تقول المعارك العكس تماما فهناك معارك محتدمة في بخموت في الشرق تريد روسيا السيطرة عليها ثم تدخل بيلاروسيا ورئيسها اليكزاندر لوكاتشينكو حليف بوتن الاقرب يدخل على خط تضييق الخناق على اوكرانيا فقد طالبت بيلاروسيا كل الذكور في الدولة ممن هم في سن الخدمة العسكرية بالذهاب الى مراكز التجنيد الامر الذي يثير تكهنات حول تعبئة جديدة محتملة ثم تعلن وزارة الدفاع البيلاروسيا عن تعزيز التدريبات المشتركة مع روسيا كما تعلن عن اجراء تدريبات جوية مشتركة فيما تحذر اوكرانيا من تعرضها لاجتياح من الشمال من مدينة شيرنيغوف على الحدود الاوكرانية البيلاروسية حذيفة عادل مراسل العربية أهلا بك معنا حذيفة إلى ما تشير كل المعطيات على الارض على الحدود الاوكرانية البيلاروسية لجهة امكانية حدوث اجتياح محتمل أو تطوير على الاقل المشاركة البيلاروسية في هذه الحرب على اوكرانيا نعم تحياتي طاهر يعني على الرغم من الاستفزازات وعلى الرغم من حدوث المناوشات هنا وهناك بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني إلا أن الجنود الاوكرانيين والضباط هنا في الحدود الاوكرانية البيلاروسية وقد زرت اليوم الحدود وتجولت في عدة مناطق فيها وتحدثت إليهم قالوا أنهم مطبئنين تماما لخطوط الدفاعات التي قاموا بإنشائها سواء كان الجدار أو عملية زرع الألغام الواسعة أو الخنادق وخطوط الدفاع من الحدود نفسها وحتى العاصمة كيف هم مطبئنين لعدم قدرة القوات الروسية على الزحف مرة أخرى نحو العاصمة كيف هناك انتشار كبير جدا هناك عملية زرع الألغام واسعة جدا في الحدود وحتى على مستويات عدة إلى الداخل أو إلى العنب الأوكراني لذلك هم مستعدين كذلك أليكساندر بافلوك وهو قائد قوات الدفاع عن كيف أيضا قال أن خطوط الدفاع عن كيف تبدأ من الحدود وحتى العاصمة كيف وقال أنه لن يتكرر ذات السيناريو الذي حدث في الرابع والعشرين من فبراير هو الاجتياع عن طريق الأراضي الشمالية والوصول بهذه السرعة نحو العاصمة كيف طيب ماذا تقول المعطيات بخصوص إمكانية أن يتمدد الصراع أكثر من الجانب الأوكراني السياسي الرسمي أتحدث هل هناك أي توعدات بإمكانية أن تتوسع الحرب من جانب الناتو أيضا إذا ما أشملت روسيا بيلاروسيا أكثر في هذه الحرب وحصل فعلا اجتياح أو تطور أكبر على الحدود البيلاروسية الأوكرانية نعم تحديدا حول ذلك طبعا لم تتحدث السلطات الأوكرانية والجانب الأوكراني وحتى دول حلف الناتو لم تصرح حول ذلك ولكن هناك طبعا تكهلات من قبل بعض المحللين سواء كان السياسيين أو العسكريين حول عملية دخول دول الناتو في هذه الحرب إذا ما حدثت خروقات من بيلاروسيا في اتجاه تلك الدول وخاصة أنه كان هناك بعض التهديدات التي طالت الدول القريبة من بيلاروسيا من قبل الرئيس اللوكشين كونفسو من مدينة شرنيكوف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية حذيفة عاد المراسل العربية شكرا جزيلا لك كان هذا في الشمال لكن في الشرق تعد بخموت إحدى أكثر ساحات المعارك دراوة وسخونة تدافع عنها القوات الأوكرانية بقوة وتمثل تحديا كبيرا للقوات الروسية فلنتعرف إذن على أهميتها تقع بخموت على ضفتي نهر بخموتوفكا أو بخموتوكفا شمال مقاطعة دونياتسك في إقليم دومباس شرق أوكرانيا مدينة قديمة يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1571 وهي أقدم مركز تاريخي وثقافي في المقاطعة أهمية المدينة جغرافيا في أنها تقع على طريق رئيسة تؤدي إلى مدينتي كراماتورسك واسلافيانسك وهما من أكبر مدن إقليم دومباس القلب الصناعي للبلاد تكتمل أهمية بخموت بوقوعها بالقرب من الطريق الدولي M03 الذي يصلها مباشرة بمدينة سلافيانسك في لوجانسك ويشق الطريق نحو منطقة خاركيف ثاني أكبر لمدن الأوكرانية تبلغ مساحة بخموت 41 كم مربعا ويبلغ عدد سكانها 71 ألفا بحسب إحصاء 20-21 وبسبب الحرب فر 90% من السكان وفق مسؤولين أوكرانيين اليوم تحدث مسؤول أمريكي عن أن الوضع في بخموت غير واضح تماما وأشار إلى إحراز القوات الروسية تقدما تدريجيا في الأيام القليلة الماضية الأهمية الاستراتيجية للمدينة قد ترها موسكو هدية ثمينة تسوقها داخل المجتمع على أنها انتصار معنوي كبير في حال سقطت بأيدي قواتها خصوصا أنها في أمس الحاجة لذلك عقب ضربة مكيفكا الموجعة الحرب في بخموت تمثل جزءا من معركة أوسع يتسع نطاقها يوما بعد يوم باستخدام أسلحة غير تقليدية الطائرات المسيرة لجأت إليها موسكو بمساعدة وإمداد من حليفتها المعاقبة طهران المسيرات الإيرانية يبدو أنها تحتل الأولوية حاليا لدى جايش بوتين خصوصا المسيرة شاهد 136 التي أسقطت إحداها من قبل القوات الأوكرانية وبقيت سليمة لتعاينها لاستخبارات الأوكرانية وتكشف المفاجأة المفاجأة تمثلت بأن أجزاء من شاهد 136 مصبنعة من قبل 12 شركة أمريكية وغربية وفقا لتقييم استخباراتي أوكراني حصلت شبكة CNN الأمريكية عليه التقييم الاستخباراتي الأوكراني يوضح أنه من بين 52 مكونا تمت إزالتها من الطائرة الإيرانية شاهد 136 يبدو أن 40 مكونا تم تصنيعها بواسطة 12 شركة أمريكية مختلفة والأجزاء المتبقية صنعت بواسطة شركات من كندا سويسرا ليابان تايوان والصين أمر يمثل تحديا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أليس كذلك؟ وهي التي تعاهدت بالحد من برنامج إيران للطائرات المسيرة لكن ورغم القيود الصارمة استطاعت طهران التوصل إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة واستطاعت استخدامها الغريب أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي من هذه الشركات تتعارض مع قوانين العقوبات الأمريكية وتقوم بتصدير تقنيتها عن قصد لاستخدامها في الطائرات بدون طيار لا دليل على ذلك إلا أن مراقبة وتتبع المنتجات يمثل صعوبة كبيرة أمام الشركات من هنا أصبح الاتجاه لمنع إيران من تصنيع المسيرات أكثر الحاحن مع استمرار روسيا في نشرها في جميع أنحاء أوكرانيا بضراوة لا هوادة فيها إضافة إلى استعداد موسكو لإنشاء مصنعها الخاص لإنتاجها بمساعدة طهران وفقا لمسؤولين أمريكيين تحقيق منفصل للطائرات الإيرانية بشأن المسيرات الإيرانية التي تم إسقاطها في أوكرانيا أجرته شركة Conflict Armament Research ومقرها المملكة المتحدة توصل إلى أن 82% من المكونات تم تصنيعها من قبل شركات مقرها أمريكا ونقلت CNN عن نائب مدير العمليات في Conflict Armament Research قوله أن العقوبات لن تكون فعالة إلا إذا استمرت الحكومات في مراقبة الأجزاء التي يتم استخدامها وكيف وصلت إلى هناك أضاف أن إيران وروسيا ستحاولان الالتفاف على تلك العقوبات وتغيير قنوات الاستحواذ الخاصة بهما وهذا بالضبط ما يجب التركيز عليه تتبع المكونات ومراقبة التغييرات هناك تحدي آخر على أوكرانيا وأمريكا خوضه أو إيجاد حل له على الأقل فالطائرات المسيرة الإيرانية تكلفتها الزهيدة تتراوح بين 20 و50 ألف دولار بينما السلاح الذي يسقطها يكلف كييف ما بين 120 و500 ألف دولار تخيلوا الفارق خلق هذا مشكلة متنامية لأوكرانيا ولحلفائها فنظامنا السامز على سبيل المثال الذي تحدثنا عنه كثيرا هنا هو نظام ضفاع جوي قصير إلى متوسط المدى أرسلته واشنطن إلى كييف في نوفمبر إطلاقه بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز يكلف 500 ألف دولار تنقل الصحيفة عن خبيرين عسكريين قولهما إن إطلاق صواريخ بقيمة 4 ملايين دولار والقصد هنا الباتريوت على 250 ألف دولار من صواريخ كروز روسية قد يكون مبررا إذا أصابت تلك الصواريخ أهدافا حساسة بينما إطلاق صواريخ بقيمة 4 ملايين دولار على طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد 136 بقيمة 50 ألف دولار أن يستحق الأمر ذلك لن يستحق وبالتالي المعضلة تستمر حتى تجد واشنطن حلا وهو ما تعمل عليه الآن ترجمة نانسي قنقر البيت الأبيض يقول الآن أنه قرر وبرلين إرسال مدرعات إلى أوكرانيا وهناك توافق مع ألمانيا على دعم أوكرانيا بالدفاعات الجوية آخر ما يرد عن البيت الأبيض فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك هناك أخبار عاجلة عن قاضي إيراني يطلب من المدعي العام فتحقيق بتهم اغتصاب واعتداءات جنسية بحق سجنات نتابع أيضا كل أخبار التظاهرات الإيرانية المستمرة في سياق نشراتنا تجري تركيا انتخابات قد تحدد مصير حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2003 وبالتالي مصير الرئيس نفسه رجب طيب إردوغان الانتخابات ستشمل الرئاسة والبرلمان وحددت في الثامن عشر من يونيو عشرين ثلاثة وعشرين لكن الرئيس التركي لمحا إلى أنها قد تجرى بوقت أبكر قليلا مراعاة للظروف الموسمية بحسب ما قاله إردوغان اليوم التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد يتمثل بالاقتصاد انهارت قيمة الليرة بشكل متكرر أمام الدولار لتستقر حاليا عند ثمانية عشر أو عند ثماني عشرة ليرة فاصل أربعة وسبعين مقابل الدولار الواحد واستباقا للانتخابات المهمة أعلن الرئيس التركي إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح ثلاثين بالمئة بدلا من خمسة وعشرين بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية لترتفع أجور المتقاعدين مثلا من ثلاثة ألاف وخمسمائة ليرة إلى خمسة ألاف وخمسمائة ليرة اعتبارا من الشهر الجاري تعلمون جميعا أهمية الانتخابات قد يتم تحديث موعدها ليكون أبكرا قليلا في هذا العام لمراعاة بعض الظروف الموسمية المتعلقة بالمناخ والأجواء ومع اقتراب التصويت المصيري نجد خمس قضايا تنتظر الحسم في تركيا وتوصف ضمن مدة زمنية قصيرة لا تتعدى الأربعة أشهر أولها والأكبر هي من ينافس الرئيس راجب طيب أردوغان لم تتمكن أحزاب المعارضة من الاتفاق على اسم معين حتى الآن أمر يصب بمصلحة الرئيس وحزبه القضية الساخنة الثانية هي القضايا المرفوعة ضد المنافس المحتمل رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي حكم بالسجن أكثر من عامين في قضية تعود جذورها لتاريخ تسلمه كرسي البلدية كما يواجه إمام أوغلو قضية أخرى وهي ادعاء من مفتشي وزارة الداخلية رفعوه للنيابة بشأن للدعاء بأن الرجل وظف أشخاص مرتبطين بالإرهاب في البلدية القضية أو المعضلة الثالثة الخطيرة إنجاز التعبير تتمثل بترقب الأوساط التركية قضية تتعلق بحل حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بوجود صلاط له مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمهيدا لقرار الحل ربما قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم حرمان الحزب موقعا من المخصصات المالية البالغة 539 مليون ليرة تركية أي ما يقارب 29 مليون دولار وذكرت محطة أن تي في في الخاصة التركية أن قرار حرمان حزب الشعوب الديمقراطي من المخصصات المالية اعتمد بغالبية ثمانية أصوات مؤيدة ومعارضة سبعة ونتابع إذن ذكرت ذلك محطة أن تي في الخاصة القضية الرابعة المهمة هي قضية التعديلات الدستورية التي طرح رئيس حزب الشعب الجمهوري كامال كليتشدار أوغلو ومنها العودة للنظام البرلماني لكنه اقتراح لن يمرر طالما بقي حزب العدالة والتنمية صاحب الأغلبية في البرلمان إضافة إلى تعديلات أخرى وتتطلب الموافقة على إجراء تعديل في الدستور في البرلمان التركي الحصول على أربعمائة صوت وإذا تراوحت الأصوات ما بين ثلاثمائة وستين وأربعمائة صوت فإنه يمكن له أن يطرح على الاستفتاء الشعبي التحدي الأخير داخلي وخارجي على اعتبار أن القضية الخامسة ترتبط بجزء أكبر بالسياسة الخارجية لتركيا التي شهدت تحولا كبيرا خلال العام الماضي إلا أنها تتعلق أيضا بمحددات داخلية من جهة أخرى كالتطبيع مع النظام السوري الذي تحدث إردوغان بخصوصه عن إمكانية اللقاء بالأسد قريبا بوساطة الروسية وبعدما تقدم لا يعرف حتى الآن من سيكون له الحظ الأكبر للفوز في انتخابات الرئاسة في البلاد خصوصا مع تضارب نتائج استطلاعات الرأي التي يرى مراقبون أنها لا تعبر عن نتائج حاسمة فيما يتوقع البعض أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى بينما يرى آخرون أن هذا الأمر مستبعد وأنها ستشهد جولتين يجب أن يحصل المرشحون على نسبة 50 زائد واحد من الأصوات على الأقل بالمئة طبعا ليتم انتخابهم لكن وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى فتجرى جولة ثانية بعد 15 يوما بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات أولا وبعد ذلك سينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة رئيسا لتركيا إذن وزير الدفاع إسرائيل يقول أن التهديد الإيراني على رأس أولوياتنا الدفاعية معنا من إسطنبول متابعة للشأن التركي دكتور سامير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية أهلا بك معنا دكتور كنا نقول أنه تبقى النتائج غير محسومة ولكن البعض قد يعتبر بعد كل ما تقدم أنه نتائج ربما تكون محسومة فعلا مع كل هذه الأمور التي يقوم إردوغان الآن بمحاولة جعلها تصب في صالحه إن كان على المستويات الداخلية أو الإقليمية نعم مسأل خير الجميع أولا بدي أهنيكم على التقرير المفصل اللي فعلا يحمل آخر التطورات يعني آخر الحالة السياسية الانتخابية التي نناقشها في الداخل التركي في هذه الساعات شكرا لك نعم يعني أتفق أنا معكم الانتخابات ستكون مختلفة عن الانتخابات التي جرت في السابق تحديدا بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2014 و2018 الرئيس رجب طيب أردوغان كما تتذكر أنت أيضا وقتها فاز بفارق كبير على منافسيه سواء كان في عام 2014 إكملت إحسان أولو أو في 2018 على مرشح اليساري لحزب الشعب الجمهوري الآن هذه المعركة يعني حسب استطلاعات الرأي الكثير من استطلاعات الرأي قبل شهرين تحديدا كانت تعطي كانت الإبرة تمير بشكل واضح سواء كان في الانتخابات البرلمانية أو في الانتخابات الرئاسية إلى صالح قوى المعارضة الآن في الشهرين الأخيرين بدأنا نرى التحول في استطلاعات الرأي صعود جديد للرئيس رجب طيب أردوغان النقطة المهمة أنا وأنت سننقشها مطولا ربما في المرحلة المقبلة هي هل سيكون سيناريو طبعا هذا من عندي هل سيكون هناك فوز مثلا للرئيس رجب طيب أردوغان وصوله مرة أخرى إلى الرئاسة وتعثر حزبه حزب العدالة والتنمية في أن يصل ويحصل على الأغلبية البرلمانية هذه مشكلة الآن حسب الكثير من استطلاعات الرأي أن يفوز أردوغان وأن لا يصل معه حزبه إلى قيادة البرلمان في الأغلبية أو في الأكثرية هناك نقطة أيضا مهمة لماذا هذا السيناريو مطروح من الآن؟ لماذا فوز أردوغان وخسارة الحزب؟ لماذا موضوع مطروح من الآن؟ لأن الرئيس رجب طيب أردوغان بالمقارنة مع أرقام قبل شهرين الآن عاد واستردت حوالي ستة أو سبع نقاط على الأقل حسب شركات استطلاع في شهرين الأخرين بسبب أكثر من موقف أشارتم أنتم إلى الكثير منها قبل قليل في التقرير وفي المعلومات لأسباب داخلية ولأسباب خارجية أيضا هذا التحول في التعامل مع أكثر من ملف أكثر من مسألة بالنسبة للحزب حتى الآن في توحد صفوف المعارضة الطاولة السياسية الآن عندها هذا السقل حتى اللحظة لتسجل هذا الاختراق تحت البرلمان هل ينجح الرئيس أردوغان في سحب حزبه معه أيضا؟ لأن هناك نقطة أخيرة باختصار كنت أتحدث عنها أضيفها إلى السيناريوهات باختصار جدا أنه مسألات الانتخابات المبترة نعم مطروحة لكن في سيناريو جديد أيضا نناقشه الآن هي أنه كيف سيكون شكل هذه الانتخابات صحيح البرلمان إذا قال أنه لن يدعم قرار الانتخابات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني لا يستطيع أن يصدر قرار من هذا النوع في البرلمان لأنه يحتاج إلى 366 صوت لا يملك هذه النسبة إذن السيناريو الآن الجديد هو باختصار أنه هل الرئيس رجب طيب أردوان سيذهب بإتجاه فسخ البرلمان أو حل البرلمان ليعلن انتخابات مبكرة وعندها نذهب وراء سيناريو من هذا النوع تمام الآن المعارضة التركية في الأخبار العاجلة على الشاشة تقول لا ندعم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على القانون الانتخابي الحالي ويمكن أن ندعم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ولكن وفقا لقانون 2018 ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المعارضة تريد أن تشترط على الحزب الحاكم إذا كان فيه رغبة في الذهاب وراء انتخابات مبكرة ينبغي أن تتم عملية الانتخابات بالتعامل مع قانون لانتخابات القديم السابق لماذا؟ لأنه تريد أن تحسن من تموضعها الانتخابي على مستوى الخارطة السياسية بس بضل موقف يعني رمزي ما ليس تأثير حقيقي إذا أصار أردوغان وحلفاءه هذا المحصول بس أنا أتعب بسألك عن الصلاح لأنه لديك الوقت سأقول لك هذا صعب هذا صعب لديك الوقت بس نحن قلنا أن حضوضه أكبر لعدد من المواقف لأن استطلاعات الرأي صارت عبجيب لنتائج أفضل بس أيضا عندما يصدر القضاء حكما بحبس منافس أساسي وقيادي تركي يعني جديد في المشهد هو أكرم إمام أغلو وعندما يحرم حزب أساسي أيضا له 56 من المقاعد البرلمانية من التمويل الانتخابي وربما يحل ربما يحضر وربما بعض أعضاء فقط وليس كله يعني نكون أمام حملة يمكن وصفها بحملة قمع المعارضة لوقفها عن أي تقدمات انتخابية مقبلة بحكم السلطة التي يملكها مشكلة حزب الشعوب الديمقراطية الذي عنده هذا الصوت في المناطق في مناطق جنوب شرق تركيا الصوت الكردي عنده مشكلة أنه هو ليس جزء من المعارضة السوداسية التي تشكلت قبل أشهر وهذه المعارضة أيضا لا تريد أن تنسق معها وتريد أن تبقي خارج أي قرار تحالف لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا في عنده أكثر من اتهام وجهة إليه بسبب علاقاته مع موضوع ملف حزب العمال الآن في نقطة مهمة أنا باختصار أظن أن حزب الشعوب الديمقراطية هذا الحزب الآن سيكون له هذا التأثير وهذا الثقل أيضا كبيضة القبان في حسم المشهد الانتخابي عنده حوالي 9% من الأصوات وقادر على التأثير إذا ما قرر الذهاب كبلوك كقوة ثقل موحدة يعني مستوى الحزب لدعم مرشح أو لدعم المعارضة في الانتخابات البرلمانية عنده حظوظ كبيرة أن يلعب هذا الدور هل المعارضة الكلاسيكية الآن الطاولة السوداسية ستعطيه هذه الفرصة علينا أن نتريس أنا وأنت بعض الوقت نعرف كيف سيكون نتريس بين هذه المعارضة وبين حزب الشعور بس لأنه انتهى وقتنا نتريس شكرا دكتور سامير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية شكرا جزيلا على هذه المعلومات والشروحات تحياتي إليك في العربية 360 أيضا بعد الفصل الأمير هاري يروي كيف تعرض للضرب على يد شقيقه الأكبر واستطلاع رأي يؤكد أن البريطانيين غير متعاطفين معه أهلا بكم من جديد خسر القيادي في الحزب الجمهوري كيفين مكارثي التصويت داخل مجلس النواب الأمريكي في سعيه للوصول لمنصب رئيس المجلس وفي اليوم الثالث للتصويت وبعد السبع جولات لم يتمكن مكارثي بعد من توحيد حزبه الفائز بالأغلبية في المجلس حيث تنفس ضده الجمهوري المتشدد بايرون دونالد والذي يرى أن مكارثي صاحب مواقف ضعيفة هذه صور مباشرة بالمناسبة نراها لاستمرار عمليات التصويت وجلسات مجلس النواب الأمريكي في الجولة الثامنة التي يذهب إليها النواب الأمريكيون الآن من التصويت وتظهر المؤشرات أنه سيخسرها أيضا أي كيفين مكارثي من داخل مبنى الكونغرس الأمريكي حيث جلسات التصويت على انتخاب رئيس لمجلس النواب مراسلة العربية نادية البلبيسي أهلا بك معنا نادية آخر المعلومات حول الجولة الثامنة وأسباب الفشل المتكرر نستطيع أن نقول طاهر بأنه بالفعل سيخسر كيفين مكارثي الجولة الثامنة أيضا لسبب بسيط وهو أن المرشح اليميني المتشدد الذي هو بحد ذاته غير مهم من هي شخصيته لكن من يدعمهم العشرين ما يسمون الآن بالمتمردين وهم ما يسمى بكتلة الحرية لفريدم كوكس اختاروه حتى يجعلوه عقبة أمام وصول كيفين مكارثي إلى مجلس النواب وبالتالي ونحن الآن نشاهد التصويت معا بشكل عام نستطيع أن ننتظر إلى نتائج حتى يصل له 200 واحد أو إلى آخره لأنه بايرون دونالز حتى الآن حصل على أكثر من سبعة طالما هناك خمس أصوات معارضة لكيفين مكارثي هذا يعني بأنه لن يصل إلى الرقم السحري المطلوب وهو 218 وحتى عجز كيفين مكارثي بأنه لا يستطيع حتى تأجيل التصويت على اللجنة بالأمس استطاعوا نوعا ما يعني أن يؤجلوه حتى منتصف اليوم لكن اليوم بالتحديد قد يذهبون إلى جلسة تاسعة وهذا سيكون كارثي بالنسبة لمكارثي لأنه كما تعرف هناك تمركز في المعسكرين معسكر يميني متطرف يختطف هذه الأجندة للجمهوريين ممثلين بعشرين نائب يريدون فرض أجندتهم على كيفين مكارثي ومكارثي حتى لو استطاع بالمئتين صوت الذي لديه أن يقدم تنازلات لهم هذا يعني بأنه سيكون رئيس ضعيف جدا وسيكون لديهم قوة ونفوذ في اللجان وهي النقطة المهمة بالنسبة للجمهوريين والديمقراطيين معا هل خيار مرجح بأنه إذا وصلوا إلى طريق مسدود تماما أن يفاوضوا الديمقراطيين على قبول شخص يمكن أن يؤثر قرارهم في هكذا انتخابات أو لا أحد الخيارات النظرية لا أتوقع أن تحدث يعني الانقسام الحاصل في الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم سواء كان في الكونغرس أو حتى في مراكز القيادة الأخرى في الولايات المتحدة هو واضح وأصبح ربما عميقا فصعب أن نعود لأيام حتى الرئيس بوش عندما كانت هناك محاولات من الجمهوريين والديمقراطيين العامل معا أعتقد أنه مجرد هي تسريبات ليس أكثر ربما لتخويف الجناح المتشدد بأنهم يستطيعون أن يذهبوا إلى الديمقراطيين لكن بالنهاية يعني بغض النظر حتى لو كانت ديمقراطيين سعداء بهذه النتيجة وفي كل مرة فكرة ثمان جولات حتى الآن كل مرة حكيم جيفريز الديمقراطيين وسيكون رئيس الأقلية في مجلس النواب يذكر اسمه يحصل على نفس الرقم 212 ويتم التصفيق له بشكل حاد ويظهر وحدة الديمقراطيين على عكس الصورة التي نراها بهذا التمزق والتجذر في داخل الحزب الجمهوري وبالتالي أين نذهب من الآن لا أحد يعرف هل هي جولات مستمرة حتى على فكرة لو تم طرح أسماء أخرى غير طبعا كيفين مكارثي مثلا فقط النظر من هي هذه الأسماء هذا الجناح ستيفن سكاليا مثلا لا يفرق معهم الاسم هم يريدون تنفيذ أجندة وبالتالي عشرين نائب يميني متشدد يؤمن بنظريات المؤامرة موالي للرئيس ترام حتى هم لم يسمعوا له عندما طلب منهم التصويت لكيفين مكارثي وبالتالي مستعدين أن يجروا الحزب إلى الحضيط إذا أراد أو إلى الوحل حتى يثبتوا هذه الأجندة ويبدوا حتى الآن بأنهم غير مستعدين عن التنازل على التنازل طاهر مسلسل طويل أمريكي طويل هذه المرة شكرا جزيلا لك من داخل مبنى الكونغرس الأمريكي مراسلة العربية نادية البلبيسي شكرا جزيلا لك على الأقل منشوفك على الهواء مجددا مجددا تعود دراما العائلة المالكة البريطانية وبسبب الأمير هاري نجل الملك شارلز الثالث الذي وسعت الهو بينه وبين العائلة المالكة نتيجة خلافات بدأت منذ زواجه بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل أصدر الأمير هاري سيرته الذاتية تحت عنوان سبير والترجمة ربما هي احتياطي مع أنه الترجمة دائما خيانة حيث يصف هاري نفسه بأنه تمت معاملته كقطعة غيار احتياطية للتوريث في العائلة المالكة إذا ما أصاب شقيقه الأمير وليام أي مكروه ذلك بالطبع قبل أن ينجب وليام أبنائه أو إذا أصاب أي مكروه شقيقه وليام بالأحرم أبرز ما كشفه هاري في كتابه هي مواجهة في منزله في لندن مع أخيه وليام الذي ضربه عام 2019 بعد أن تطور نقاش حاد إلى اشتباك جسدي ذهب وليام إلى منزل هاري للحديث معه حول أزمته مع الصحافة ولكن يقول هاري إن شقيقه كان فاقدا لأعصابه قبل أن يدخل منزله اشتكى وليام من ميغان ماركل فقال له هاري إنه يردد الروايات الصحفية ويتوقع من أخيه أن يقف إلى جانبه لكنه لم يكن عقلانيا فاندفع الشقيقان للصراخ على بعضهما البعض قال هاري لأخيه إنه يتصرف من موقف قوة لأنه الثاني في ترتيب العرش آنذاك وقال إن وليام لم يفهم أبدا معنى أن يكون مجرد قطعة غيار احتياطية بحسب هاري قال له وليام إن ميغان ماركل صعبة ووقحة ومزيفة ليحتدم الحديث بينهما ثم خرج الأمير هاري من الغرفة وذهب إلى المطبخ وقال لويليام إنه خائف منه لحق به وليام ثم أمسك بياقة قميص هاري ومزق القلاد التي تلتف حول عنقه ثم طرحه أرضا يقول هاري إنه سقط بقوة على وعاء على الأرض وتعرض ظهره لإصابة قوية استلقى على الأرض للحظات ثم نهض وطالب شقيقه بالخروج من منزله وليام لم يخرج طالب هاري بأن يرد عليه الضربة بالضربة كما كانا يتشاجران في طفولتيهما لكن هاري رفض ليغادر وليام بعد أن اعتذر وطالب هاري بعدم إخبار ميغان ماركل بما حدث يقول هاري إنه لم يخبر زوجته بما حدث إلا بعد أن لاحظت وجود خدوش وكدمات على ظهره فأخبرها بهجوم شقيقه عليه لم تتفاجأ ميغان ماركل ولم تغضب أيضا يقول هاري إنها كانت حزينة للغاية بسبب ما حدث بعد ذلك ينتقل هاري للحديث عن والده الملك تشارلز الثالث وكيف تمت معاملته في صغره كشخص احتياطي يروي قصة سمعها أن والده قال لوالدته الأميرة ديانا يوم ولادته رائع لقد منحتني وريثا ثم قطعة غيار أي وليام الوريث وهاري قطعة غيار ثم يروي هاري لقاء جمعه مع والده وشقيقه بعد جنازة جده الأمير فليب يقول إن والده وقف بين بنيه المتحاربين وينظر إلى الوجهين الغاضبين ليقول أرجوكم يا أولاد لا تجعلوا سنوات الأخيرة بائسة رغم هذه القصص المؤثرة للأمير هاري إلا أنه لا يبدو أنها تلقى الكثير من الأصداء التي توقعها هاري بل تلقى الأصداء ربما التي توقعها القصر حتى الآن التزم قصر باكنهم الصمت حيال كتاب هاري الجديد حتى إن الخبراء المهتمين بالشؤون الملكية يرون أن القصر يتعمد الصمت تقول كينزي سكوفيلد الخبيرة في الشؤون الملكية إن العائلة مرت بما هو أسوأ من هذه الأزمة وهذه حقيقة وتعتقد أنه مجرد وقت قبل أن ينسى الناس هذه القصة الجديدة أما إذا رد القصر فمعنى ذلك أن دراما هاري وميغان ستستمر أما الكاتب كريستوفر أندرسون الذي كتب مؤخرا كتابا عن الملك تشارلز الثالث فنقل عن مصادر قولها إن هاري طلب اعتذارا من القصر إلا أنه لن يحصل على ما يريد أما بعيدا عن الخبراء فللناس أيضا موقف مشابه حيث كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الأمير هاري فشل في إقناع البريطانيين بهذه المذكرات ليجد استطلاع أجرته يوغوف أن 81% من البريطانيين لم يهتموا بقصة حياة هاري إضافة إلى أنها كشفت انخفاضا كبيرا في شعبيته ما أعرفه هو أن لديك هاري وميغان الذين يكسبان عشرات الملايين من الجنيهات لنشر غسيلهم القذر في الأماكن العامة أعتقد أنه أمر صادم بغض النظر عما يحدث بين أفراد الأسرة الملكية لكن هل تريد حقا نشرها للعالم من المحتمل أن يكون هناك بعض الحقيقة حول خلافات الإخوة لكنني لا أعتقد أنها بهذا السوء أنا لا أهتم بشؤون أفراد العائلة المالكة على الإطلاق لكن في نفس الوقت إذا حدث شيء ما فعندئذ يجب أن يعرف الناس بالأمر كل العائلات لديها مشاكل أنا متأكد من أنه يعاني من مشاكل أكبر بسبب ما ولد فيه لكن لا تفعل ذلك بهذه الطريقة يمكن القيام بحلها داخل العائلة لكنه أراد أن يعرف العالم كله بغسيلهم القذر معنا من لندن الآن صحفية جوسلين إليا أهلا بك معنا جوسلين مرة جديدة على شاشة العربية يعني ماذا تقول لك كل هذه المعلومات أولا بخصوص طبيعة العلاقة بين الشقيقين ولماذا يصر هاري في هذا العمر المبكر أن ينشر كل هذه التفاصيل مرحبا طاهر أهلا بالحقيقة يعني وصل الوضع الآن إلى مسألة تجارية بحتة لم تعد مسألة مشاكل عائلية أو مشكلة ما بين الأمير هاري وطريقة معاملة القصر والأشخاص أو الأعضاء البارزين في العائلة المالكة لهو لزوجته كل ما يحصل الآن ليس سوى قضية ترويجية عادة تحصل قبل طرح أي كتاب في الأسواق وهذا ما يحصل لقد قام بإجراء مقابلتين الأولى في الولايات المتحدة وقام بإجراء المقابلتين في نفس اليوم لقناة أمريكية وهي الـ وقناة الثالثة في بيطانيا الـ وتعمد ذلك لأن لديه مسؤولية تجاه دار النشر بينغوين لتحقيق مبيعات عظيمة جدا وهذا ما هو متوقع ولو أن الشعب البريطاني وحتى الأمريكيين لم يعدوا مهتمين مثل ذي قبل بقضية الأمير هاري وزوجته بس عدم الاهتمام هو انحياز للقصر أو لعادات ربما في ما يتعلق بالعائلة الملكية بأنه يحب يكون محافظين بالقصص المتعلقة فيهم للحفاظ على الرمزية ربما أو في أسباب أخرى ربما تغير العصر هذا نعم طاهر يعتمد هذا الأمر لأنه ليس جميع الموجودين في بريطانيا أو المقيمين في بريطانيا أو البريطانيين ليسوا جميعا من المؤيدين للعائلة المالكة أو ملكيين وهناك من هم من المحافظين ولكن تعب الجميع من هذه المسألة ومن هذه القضية ومن هذه المهاترات العائلية ونحن نتكلم عن عائلة بعظمة وأهمية العائلة الملكية في بريطانيا فهناك من تعب من الموضوع وهناك من يعني لم يعد لديه الرغبة بسماع القيل والقال في الموضوع وهذا هو الأمر فأعتقد بأن مبيعات الكتاب ستكون كبيرة جدا ومن المتوقع يعني من غير أي منازع بأن يكون الكتاب رقم واحد من حيث المبيعات في بريطانيا لأن هناك يعني نوع من الحشرية لدى الجميع لمعرفة ماذا سيقوله لأن لديه مسئولية كما قلت في مستهل الحديث أمام دار النشر برقديم معلومات إضافية بس كمان جستين ما بيتحمل القصر يعني بعض من المسئولية لأنه قلت أن هذا الشيء تجاري ألا يتحمل القصر مسئولية في طريقة التعاطي معه ومع زوجته في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه هلا لقد تم التركيز خاصة من قبل ميغان ماركل على قضية العنصرية وهذه إساءة كبيرة جدا للعائلة الملكية ولكن نحن لا نستطيع أن ننسى بأنها تأتي من الولايات المتحدة وهذه البلاد معروفة بقضايا عنصرية كبيرة جدا أكثر من التي نسمعها في بريطانيا وعن القصر الملكي لا أحد يمكن بأن يعني يثبت بأن ما تقوله كان قد حصل أو لا هذا يعني حصلت الكثير الكثير من الأشياء حصلت داخل القصر وداخل جدران القصر فهي يعني من مصلحتها بأن تقول هذه الأقويل ولكن كما ذكرت في مستهل الموضوع بأن يعني لم يعد هناك نوع من يعني الناس عم تبين يعني أهمية أو أن نعم بتميل لأمير هاري لأن ما يقوم به هو زعزع لصورة العائلة المالكة وخاصة لأخيه أكثر من صورة والده الملك تشارلز الثالث خاصة يعني وأنه الآن الأول في الترتيب على العرش بعد والده نعم هذا قد يؤثر كثيرا عليه أعتقد أن أنت كمان مش من المنحزين كثيرا لهاري وميغان بصراحة أنا لست منحزة للأمير هاري أبدا لأن أنا أعتقد بأن الترابط العائلي مهم جدا جدا ولا يجوز بأن يقوم بمقام به وبزعزعة صورة عائلة ونشر غسيل العائلة على الملئ ولدي بعض التحفظات بالنسبة لميغان ماركر أكيد أنها ليست تحفظات شخصية ولكن منذ البداية منذ أن تزوجت أمير هاري وهي تعرف من هو فهو أمير وهي تزوجت ابن عائلة غير عادية وتزوجت شخص يعني تابع لمؤسسة وهذا ما لا يريده صحيح فهو ينطقي ما يريده وما لا يريده عموما أيضا يقول أنه له أسبابه من أيام والدته والتعامل معها وظروف وفاتها وصولا إلى التعامل مع زوجته ومعه تحديدا على كل شكرا يبقى النقاش مفتوحا شكرا جزيلا لك جوسلين إليا الكاتبة الصحفية من لندن تحياتي إليك في العربية 360 أيضا موجة تقس دافئ في أوروبا تحرم السياح من موسم التزوج أهلا بكم من جديد البنتاجون يقول بأن هناك تشكيك كبير حول العالم أجمع بي عرض بوتين وقف النار أو الهدنة على الأقل في السادس من يناير في أوكرانيا اختارت مجلة كوندي ناس ترافيلر البريطانية المتخصصة في مجال السفر والسياحة مدينة العلا شمال غرب السعودية ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023 وأشرت المجلة إلى أن العلا أصبحت ذات شهر عالمية نظرا لما تختزله من تاريخ وإرث وآثار لم يكشف النقاب عن معظمها حتى اليوم وتضم العلا معالم تاريخية إنسانية يظهر من بينها موقع الحجر الذي بنته إبداعات الحضارة النبطية وسجل الموقع بوصفه أول موقع تراث عالمي ضمن لائحة منظمة اليونسكو في السعودية ترجمة نانسي قنقر صورة اليوم في العربية 360 هي من شانجهاي الصينية صورة تذكرنا بمشاهدناه عام 2019 مع تفشي جائحة كورونا والضغط على المتشفيات حيث تعود هذه المشاهد من جديد ويتكدس المرضى المصابون بكورونا إلى جوار بعضهم البعض مع الخوف من انهيار النظام الصحي كما حدث من قبل تصريح اليوم في العربية 360 لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ماتفاديف حيث قال إن إرسال فرقاطة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية هدية روسيا لحلف شمال الأطلسي في العام الجديد وقال مدفاديف إن روسيا ستتحدث مع النيتو بلغة القوة إذا كان الحلف لا يفهم سوى تلك اللغة مضيفا أن روسيا ستسعى للانتقام مقابل كل مواطن يقتل منها وإلى فيديو اليوم في العربية 360 وهو من البصنة وتحديدا من الجبال الواقعة جنوب سرييفو حيث شهدت هذه الجبال خالية من الثلوج والمتزلجين بسبب موجة طقس دافئ تسببت في أضرار للموسم السياحي خصوصا وأن هذا الوقت كان يعد من أكثر الأسابيع ازدحاما في الموسم شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعة العربية 360 نحن نذكر بأن مجلس النواب الأمريكي فشل حتى الآن في انتخاب رئيس له مكارثي فشل في الجولة الثامنة أيضا والأمور تتجه الآن إلى جولة تاسعة مع ثلاث جولات في كل يوم مع تعهد أحد النواب وهو النائب الجمهوري جيتس الذي قال أنه لو استمر الأمر لشهور لن يتردد في منع انتخاب مكارثي ومكارثي يتهمه المتشددون في الحزب الجمهوري بأنه معتدل ولم يتخذ مواقف سليمة إذا قضية ترامب مثلا أخبار الساعة مستمرة وهي الآن بعهدات صهايب شرائر ويتابع هذا الموضوع بدون شك صحيح نبقي عيوننا على مجلس نواب الأمريكي فشل تلو الآخر وكما تفضلتم عشرون نائبا جمهوريا يرفضون التصويت لمكارثي يعتقدون أنه جمهوري ولكن بعيون ديمقراطية يعتبرون أنه معتدل أكثر من اللازم نص جمهوري نعم تفضل شكرا